بينضم إليه الآن سيدة النائب محمود حسين رئيس اتحاد المصريين بالخارج أهلا بك سيدة النائب أهلا بحضرتك فاني أعتقد أن يوم واحد واثنين وثلاثة إحنا هنشوف عرص انتخابي حقيقي خارج مصر أو لنقول في السفارات والقنصليات المصرية من خلال توافض المصريين بالخارج على أماكن الاقتراع شايف المشاركة دي هتكون إزاي فاندي وأهم برضو المطالب اللي هم كانوا محتاجينها خلينا أقول لحضرتك أن المشاركة أنا شايف الفترة الفاتحة أسابيع الفاتحة دول كانوا ملحمة بحب مرحب وملحمة يعني أمكان معظم العضاء الجالية المشاركين في دول العالم بيكلموا أن شعارهم هو رد جميل رد جميل للسجد الرئيس بيكلموا أن احنا يعني كالعادة يعني احنا كل الجاليات المصريف الخارج في كل استحقاق المشتوري كانوا بيكونوا في أول شخص كانوا عمينا موزق محترم جدا بطريقة احنا بنتكلم احنا اللي بنشوفه ووقت الحجب ووقت الانتخاب في السفرات أعتقد أنه بيعمل بصنع غيرة مع المصير في الداخل يعني بيقدروا على الانتخابات اللي احنا شايفينه في أكثر من دولة احنا يمكن عخذنا اجتماعات بمجموعة محترمة جدا من المصريف الخارج مع المشاركة محمود فوزي رئيس الحملة واعتقد من أكثر من شهر يعني الشباب المصري اللي مقود في الخارج اللي بيمس المصر ما بينامش ما بينامش عشان نفسه يعني الشكل الانتخاب والفحاغة بالسوري يطلع بالشكل اللي يليه بمصر ويليه أيضا بمكانة السابق الرئيس سيادة النائب خلينا أسألك برضو عن المصريين بالخارج هل كان لهم مطالب معينة هل كان عندهم مشاكل معينة حاول يتواصلوا مع صفيراتهم من أجل هل لها عشان تسهيل دخولهم للعملية الانتخابية أو لا خلينا أقول لهم حاكي أننا من 2014 ظهر يعني اهتمام الدولة بالمصري في الخارج كان قبل 2014 قبل تولي سيد الرئيس يعني حكم الدولة المصرية كانت علاقة المصريين بالخارج عبارة عن رقم في الموازنة رقم التحولات من 2014 بلقاوه مع سيد الرئيس مع رموز الجاليات كان لهم مجموعة من المطالب أعتقد أن هذه المطالب يعني 90% منها ضحق منها عادة وزارة الهجرة اللي بقاوه مع مصريين بالخارج منها أيضا بعض التسهيلات زي مبادرة السيارات وبعض التسهيلات الخاصة بالتجميد وبعض التسهيلات الخاصة بالتأمين على المصريين بالخارج ونقل الجفامين كان مجموعة موضوعات يعني مهمة كانوا بيتناولوها ويمكن دا تسجلوها في أول لقاء مع سيد الرئيس وأعتقد نحن الوقت أو في ممكن تسهيلات وعشرين ومنتكلم في أن معظم هذه المطالب تم تحقيقها أن هذه المجموعة المحترمة لما أعتقدهم مش فراء حقين الدولة المصرية لما بيقفوا في هذا الاستحقاص ما بيتكلموش على مطالب أبدأ بيتكلمو على إظهار الدولة المصرية بشكل يريد مصر سيد الرئيس معلش هقطعك بس في نقطة خلينا أكلمك برضو هل يعني في رقم معين لإجمال عدد المصريين بالخارج اللي هو حق التصويت حاضر في زينة حضرتك دلوقتي وأيضا في نقطة تادية بالنسبة معلش بالنسبة للإخوة اللي هما في دول متبعدة أو كبيرة مثلا الوقت المتحدة الأمريكية روسيا أنا عارف طبعا أن الانتخابات بتبقى في القنصليات أو أماكن السفرات طب الأماكن البعيدة دي إزاي تم الاتفاعل هما هيجوا هيرجعوا إزاي بصراحة هو في دي شكوة يمكن عرضها الضموز الجليات المصريف الخارج في القائل محمود فوج رئيس الحملة بعد بعض الأماكن عن السفرات أو كنصليات أو أماكن اللي كانت تصويت زي مثلا اتعرض مشكلة كندا وتعرض مشكلة تواجهة المحط الأمريكية اتعرض أيضا مشاكل حتى في السعودية في المناطق الشرقية اللي يمكن أعرض لها ومن البحرين يعني هم قريبين من البحرين أكتر من كنصليات رياض أو جدة ويمكن المشهر يمكن كانت تقدم بطلب للنهاية القطنية لبعض التسهيلات اللي ممكن تتمت في الظروف البعد المكاني لكن احنا في كل دولة من الدولة احنا عاملين نقاط تجمع وفي أيضا بعض الخيادات الجالية يوفروا بساطة للانتقال اللي جان الخطر للانتخاب حل المشكلة لكن تظام المشكلة الأساسية في بعض الأماكن في بعض الزوال زي ما حاجة في بعض المتحدة الأمريكية أو كندا سهلا يعني بين بعض المدن وبين اللجنة الانتخابية من ست ساعات وفي بعض أربع ساعة ساعة فبقى يكون مشكلة كبيرة جدا أشكرك ساعة النائب محمود حسين رئيس التحاد المصري بيخارج شكرا جزيلا مرغان